موسيقى اسمعي ليلى ما فيك تخدعيني دكرا راح ايجي وانتي من هلق دبريلي المصاري تمام ما بقدر احكي معك اكتر من هيك انا انا بعتذر دايم القهوة ان شاء الله ومنشربها بالافراح صحتينو هنا يا خانو انا كنت بتمنى بهاليوم يكون معنا كريم الله يرحموه فايز بك سبب زيارتنا اكيد معروف كلنا منعرف ماجد ونريمان قديش بيحبوا بعضهم ايه ونحنا كرمال هيك وبناءا عرغبتهم جايين نطلب ايدنا ريمان حسب الاصول طبعا وانا بوعدك انه تصير بنتي متل ما ماجد كمان ابني لان ريمان بتستاهل كل خير وابني ماجد بتعرفه طبعا كتير راهدة اريش خانو لما تعرفت عرزان مرتي تشاركت معها كل شي بها الحياة السعادة والامان والحب بس ضل بنتنا ناريمان ما قدرنا نتشارك محبتها سوا ولو اما بتشوفها بهاليوم راح تكون كتير مبسوطة وهلأ من الاصول نشوف رأي ناريمان ناريمان يا بنتي موافقة تتزوجي ماجد جاوبيني رأي الاول والاخير لجنابك بابا شو قول لسه نتشرف نحنا بنسبكهم أحا و نحنا كمان نتشرف كتير بها النسب بعد إذن كون أنا عندي هدية خاصة لك أنت ناريمان هذا الخاتم هدية من ماجد إليك أعطاني إياه وقال لي لابسي لمرتي لما بقرر أتزوج وهلأ صار بإيدك شكراً كتير فايز بيك بعد إذنك تفضل لبسهم المحابس كونوا على قد هالوعد يلي أطاطوه على حالكم بالنسبة لهالموضوع كون متطمن فايز بيك ونحن رح نظل نحبات الله يسعدك ويسعدك 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 شو بيك المقص هذا كتير منيح ماهي الله يبعث لكم يا محلوهي ماجد ماهي مصدق له هلأ والله قللي إنا نحنا مو بحلم صدي يا حبيبتي هلأ ما بقى في مانع قدام ارتباطنا الكل بدون يعرفوا إني مخطوبة إلك من هالخاتم بدي توعديني شو ما صار ما تشلحي نحنا ما لبسنا هالخاتم لنشلحه من إيدنا إيه طبعاً والله حاسس كل اللي بي هالحياة مبسوطين مثلي المهم أنا وياك مع سكين إيدين بعضو موهامة من حدا هلأ بس اتطمنت وارتاح قلبي أنا كمان حبيبي ايه ما خلصنا حكي لسا بديك ابعت لك أخي فايز لحتى يجيبي طيب عمتي يلا رح فوت بشوفك بشوفك اشتركوا في القناة